وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضاء حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 486 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 160 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 41 طن كما تم ضبط قرابة 119 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضاء المخابس تم ضبط 718 قضية من بينها 196 قضية خبز ناقص الوزن و174 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وتم ضبط قرابة 12 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمحة المحلية